وقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى مساء أمس التلاثاء يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية حيث كان في استقبال سموه رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والوكلاء المساعدون بالوزارة اشتركوا في القناة 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 بما اشتركوا في القناة 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 وعطاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدي سمو اشتركوا في القناة 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 السنة المالية الماضية والجديد بالذكر أن عملية تحديث العمل الأمني وتفعيله لم تتأثر بسياسة ستة شئ حيث تم إدوليه هذا المبلغ للعمال الأمنية مباشرة كما قامتنا متابعة وتحصيل مبلغ ويوم 140 مليون عن المخالفات الملغية عن العامل الماضية وتلالك التحصيل الآلي حوالي 26 مليون خلال سنة المالية 2015 و2016 بنسبة زيادة 57% عن السنة السارة أما في مجال استغناء المباني المستعجرة أدت سياسة الترشيد لتوفير مدار ومليونين دينار المباني والمنشآت الأمنية المستعجرة للسنة المالية الحالية بالتعامل المثيق بين قطاع شؤون خدمات المساندة وقطاع شؤون المالية والإدارية من خلال المشاريع دم أسلامها وهي مبنى مدرية أمن الجهران مبنى شؤون نقامة أحمدي مبنى شؤون نقامة القربانية مبنى شؤون نقامة الجهران إدارة ترخيص مرور مبارك وكبير إدارة ترخيص مرور أحمدي مركز ومعهد تأهيل والتدليل في أمن الدولة ومركز خدمة مواطن في منطقة الصديق ومركز خدمة مواطن لدن الإدارة ترخيص مبطاعدين كما يوجد بعض المخافرين المدرية تم إنشاءها وهي مخفر الأسمة ومخفر صباح الأحمد ومخفر السلام ومخفر شديد الخطة الإستراتيجية الوزارة الداخلية فإن شاء الله في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوزارة الداخلية لعام 2015 و2018 وغضعنا الخطوات الواسعة تهديث لأن تكون دولة الكويت من أفضل العالم أمنا وسلامها ويتم لذلك المخيار عدة محاور وهي مباشرة الأجهزة المنية بالوزارة بتعاد عدد من الغيادات المصدر إلى جمهورية مصر العربية بمملكة الدولة الحاشبية وجمهورية أرمانيا وسن مفورة وكذلك برانبورتكول أمني تدريبي مع المملكة المتحدة لعرض قبرات المهنية الأمنية معدة خصصات لهدف تأهيلها لكوذي المناصب الغيادية والعمل برعادة البيانات والمجرامة المهنية والدولية للمطلوبين والملاحقين أمنيين مما يتيج إلى جهزة أمنية سرعة وصول المعلومات الغيادية ولهبها ولتفعيل مشاريع الغيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي تجسيداً للعمل الأمني المشترك بين الجيش والشرطة والحرص وضع وقدمنا اعتماد تنفيذ مملكة الغيادة التنسيقية هذا العام وأحداث التفاعل بالتكامل الميداني في طول التطورات الأبنية الراهنة التي تشهدها البنط ولتعزز التكامل برسالة إعلامية الأمنية قد تم تجهيز استوديو متكامل ومركز متاج لتغطية الأحداث الأمية وحداث التنبلة والاستعانة بالبيوت الخبرة المتخصصة لضباط ارتباط وكلها تهدف زيادة فعالية التواصل العامي مع النور وغرس الثغب بالأجهزة الأمنية المختلفة وبأداها رفع الأدام الأمني ودعم منظومة الأمنية تأمين المياه الإقليمية تم استلام محدتين عام متين وجاري توبيب محدتين أخرين في قصص من عام جاري كما تم استلام ثمان ضرارية اعتراضية من أصل التسع وعشرين سيتم استلامها اتباعها تعزيز التطاع شوى العمليات تم اقام عقصراء عدد أضع طائرة من الكوكتر ونوحي الباسيو الكوكتر وسوف تتحدث المتباعا من شهر يولو 2017 وكما تم إنشاء تجهز قرف اتخاذ القرام لتنكين ريالات العلية المتابعة وإدارة أحداث الأمنية وسوف يبدأ العمل بها اعتبارا من يومي الجار الدوريات الجديدة دخلت الخدمة 2700 دولية الأمنية ومروريا سنة 2015 وكما تم في مالس ماضي استلام 883 دولية جزت من ضمنة اتباعا وخمسمية وخمسين دولية وفقها تابعا دار العام الجرور والنجدة ومجرياتكم وتجهيز 222 دولية بنظام ضمزيغ عمل دوليات مزودة بالكاريرات وغالرات وأجهزة بميوتر لاستسديل أحداث داخل وخارج دولية واختغاض الأرام والمركبات المتحقق المعدة الزوائع وانتنبيه في رجل الأمن بالتعاون الحس وطبيعة الموقف ووفقا طبيعة التحليل والتشديل على شاشة الترونية مباشرة الدوليات التي تم تحديثها ووفق أحدث المواصلات العالمية للدوريات السرطة والأمن العام والمنافذ وصدمات أمنية لأمنية العمل الميداني بما يواقب تطور تغني في الدوريات الحديثة الاستعانة من الكوادر الفضيحة ووفق الاتباغية المطرمة والجالة تنفيذها على مدى ثلاث سنوات معظمات المسلحة البلداريسية تم استعانة المواصلات العمل لعدة 800 عنصر للإدارات الأمنية بالدعم الفني لها بالتنسيغ مع وزارة الدفاع الكويتية التعزيز التكنولوجي والعلمي للوزارة تم نجاز عامل في موضوع احتياط البدل الحاصل الرئيسي الذي يشكل كافة نظم التشغيل الباسية وبذلك بمغارة وزارة الداخلية مبنى نواف الأحمد منظرة سبحاني العمل به عند حدوث عطر مفاجئ أوطار لكافة الأنظمة الإكترونية وفازت وزارة الداخلية بالمركز الأول وحصلت على جالجة أفضل برنامج خدمي على الجزء الذكية في المسارقة التي نظمتها من مملكة البحرين على المطار مجلس التعاون الخليقي في مجال تطبيقات عاملية خدمات الالكترونية وكذلك بصول على دعا الحكومة الذكية على المشتوى الدول العربية وكما تنورط منظومة الالكترونية للحكام الجزائية وليتشمل لحكام الجنائية والمدنية والغرمات المالية بالتعامل مع نيابة عامة بهدف إقرامة رب مباشر في تنفيذ تلك الأحكام التي بلغ عدد مئة دراج ألف حكما إلى الآن تقريبا وسوف يتم ضد الأحكام المدنية مع وزاة عدد اعتبار المليون وفي مجال النجازات العلمية حصلت الدكتورة مريم عبد الرحمن نرزوق لدارة العامل للأجل التنائية على برانات اختراع للمعاهة الله السرطان ولها الكثير من شغلات علمية المتقدمة لهذا الاختراع الرعاية الصحية ومنتز بلغ وزاة الداخل تمن توسعة تجديد المستشفى أكاديمية سعد عبدالله العلوم الممية نستمل على جميع تخصصات المطلوبة وزيارة السعر السرقية إلى 40 سريرة لإستعار أكبر عدد المرضى والبد في إشاء نواة لأكبر مركز علاج طبيعي المن من المستشفى يضم كافة الخصوصات الطبية وهي الأظام والأمراض النفسية والعصبية والجلدية والإسنام وعلاج طبيعي والطب الرياضي والأشار المكتبة المركزية الإلكترونية تم أنجال وأبعا النظام الأساسي المكتبة المركزية الإلكترونية والشرائح مستهدفة ونأمل بإذناء التشغيل الفني الأولي مع البناء السنة المالية القادمة والذي تتماش مع أحدث النظر معتملة لتكون بمصاف أحدث المكتبات الهنية ذات الصدر من شتى العلوم المعرفة الإلكترونية التشجيعات والطوانيين الجديدة المهور بزارة الداخلية المتابعة التنفيذة قام من تنظيم وجمع الأسلحة والذخاء بعد نهاية ملجأ أبوعة شهور في 22 6 2015 تم تجهي المرحلة الثانية ضد الأسلحة والذخاء الغير المرخصة من بداية تطبيق القانون فعلي حيث تطبيق أربعمائة شخص وسبعمائة قطعة سلاح وتحريز أربع من الذخاء من خلال تفتيش الشارع والضروق لجميع المناطر البلاد والمناس المشبوحة ولا تزال المزاعة الداخلية مستمر لتطبيق لتطبيق بلابنية أسلحة غير المرخصة طانون حماية البيعة بعد صدور وضامة حماية البيعة انشاء وزارة الداخلية إدارة الشرطة البيعة وتختص مرقبة الأفعال والتصف التي تشت انتهاك من البيعة بعناصرها البلية والبحرية والجوية واتخاذ الإجراءات الداخلية مقامة شرطة البيعة بحوالي ألث مهمة تقريبا ما بين دوريات قامة بيعة وتحرير محاضر للتعهدات وحجر مصالة قضاعية والتحرير الدول السويت الأولى في المجال بين الدول المستعام الخنيجي ومضبغة لغانون حماية البيعة وبنون المختلفة وهي قائدة عن مستوى الشرق الأوسط لتطبيق مواحة المزارية والتنفيذ قانون البصمة البراثية بعد اعتماد مجلس الراء موقف تنفيذ لغانون البصمة البراثية تم رصد ميزان لهذا المشروع على مدى خمس سنوات وتم تخصيص مبنى المدير أم حافظ الحوالي مساحة ٢٢٥٥٠ ومختبر رئيسي للبصمة البراثية وجاء التعامل مع شركات المتخصصة لتنفيذ المشروع وتجهيز المبنى المختبر وتأهيل قوالات الكويتين المتخصصة ويستم العام به في برنامج زمن جمع العينات اعتبارا من شهر البصدس الموقع الجواز الالكتروني تم انجال مشروع جواز الالكتروني حيث تغفر بمواصلات أمنية ذات الدخاء والتغنية العالية لتغيير مليون ومئة ألف جواز الالكتروني ومن توقع عمبي في شهر بسنتمر وفي مجال حوالي مبنية بدأت تطبيق النظام انهاء الدعاوي بحارث حوالي مبنية البسيطة الى ضباط المرور والحوالي المجهول الى ضباط المعام منذ تاريخ 16-8-2015 وربطها بالشركات التأليم مما لاقص إحسان المعطين والمغيمين من تنسير انهاء الدعاوي الخاصة سيدي حفظكم الله وعاكم انه زيارتكم السامية هي وزام مغسى معز وشرق على صدورنا الجميع تزيدنا فخلا واعتزاغا بالثقة الغالية الضارعين لله العلي الغدير ان يكلأ سمو بالعائد وعلايتي وان ينعم عليكم دوم الصحتي والعافية وانتظلك ويتنا عزيزة في ظل العاجزكم العلي الحكيمة واحدا للأمن وضخار معاهدين ان يظل ابناكم رجال الأمن اوفياء للعهد مستمدين المتوجيات والغالية وسائلين على خطى سموكم الحفاظ على أمن وامان بلدنا الغالي الكويت وسيادة القانون على هذه الأرض الطيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو وليه العند حفظهم الله بالتوقيع على سجل الشرف وتم خلال هذه الزيارة اهداء سموه حفظه الله وسمو وليه العند حفظه الله ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هدايا تذكارية بهذه المناسبة شكرا شكرا